موسيقى مساء الخير وأهلا بحضراتكم في عالم العالمين واللي هنقدم لكم من خلاله كل أخبار مهرجان العالمين في دورته الثانية وبنوعيتكم بمفاجآت ضخمة من العيار السئيل في تخطية الحادث الترفيهية الأكبر في مصر والشرق الأوسط مهرجان العالمين مهرجان العالمين الجديدة واللي بيقام تحت شعار العالم عالمين بدأت فعلياته أول أمس وهيستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر وحرست الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروض فنية وثقافية ورياضية وترفهية متنوعة بتناسب مختلف اهتمامات الزوار وبتستقطب صياح من مختلف الجنسيات من المقرر كمان أن تشهد نسخة مهرجان العالمين عشرين أربع وعشرين أكتر من عشرين فعالية متنوعة ما بين عروض مصرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب كمان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطايرة والبادل تانس وكمان إنسومنيا وهي مسابأة للألعاب الرقمية المهرجان كمان بيشهد تنظيم بايتس باي دي سي وهو حدث ضخم الأفضل الشافس في مصر بما يسهم في دعم السياحة أو سياحة الطعام لأول مرة في الساحل الشبابيلي كشف مهرجان العالمين عن إطلاق جوائز مهرجان نبتة للطفل العام عشرين أربع وعشرين وهي مسابأة مخصصة للمحتوى العائلي والخاص بالأطفال تهدف هذه المصابقة إلى دعم وتشجيع الإبداع في المحتوى الموجه للطفل والأسرة من خلال توفير منصة للشركات وصناعي المحتوى الموهوبين لعرض أعمالهم الفريدة والمتميزة تسعى المسابأة كمان اكتشاف وتعزيز الأعمال الإبداعية المتميزة في مختلف الفئات الإبداعية في الكتابة الإبداعية سواء كتب الطفل كتابة السيناريو الشعر للأطفال وفي مجال الأفلام كمان أفلام متحركة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد أفلام حية للأطفال سواء كانت قصيرة أو طويلة وفي مجال الدراما سواء مسلسلات تلفزيونية أو رقمية للأطفال متحركة أو حية بالإضافة لأغاني مخصصة للطفل ومعالجته وتصميم الشخصيات في الأسبوع الأول من مهرجان العالمين أقيمت بطولة كرة الطيرة الشاطئية واللي طبعا كان جانب الحفل الكبير الكينج محمد مونير وفقرة لفرقة رأس فلسطينية كمان انطلاق فعاليات كوبا كابانا لرعاية الحيوانات الأليفة والبينتبول والكايتنج أما في الأسبوع الثاني من المهرجان بينتظر الجمهور حفل القيصر كازم الساهر واللي هيقام يوم الخميس 18 يوليو على مصرح يو أرينا وعلى نفس المصرح ده هتوحي النجمة الكبيرة مجدر رومي حفل يوم الجمعة 19 مائل